من واشنطن ينضم إلينا مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي أهلا ومرحبا بك معنا نادية قبل أن أسأل عن ما الذي يحمله أنتوني بلينكين وهوكشتاين هل من ما يلزم الأطراف الذين جاءوا لمقابلتهم بالضغط عليهم بالإصغاء لما في جعبتهما كل الطرفين سواء أنتوني بلينكين أو هوكشتاين لأنه كان هناك حديث بأنه هناك مطالب لبن يمين نتنياهو قدمت إلى الجانب الأمريكي حول شروطه ربما لوقف الحرب أو الذهاب إلى تهدئة صحيح لكن أعتقد بأن هذه الإدارة التي ترى بأن هناك فرصة الآن بغياب يحيى السنوار وحسن نصر الله بإمكان الولايات المتحدة أن تتحرك ديبلوماسيا أولا لتقنع إسرائيل بأنه حان الوقت كما قال بيان وزارة الخارجية بالنسبة لزيارة بلينكين لوقف الحرب في غزة وإطلاق صراح الرهين وإدخال المساعدة الإنسانية الأساسية ونفس الموضوع بالنسبة لبنان وإعادة المهجرين إلى آخره كل هذا يعتمد على رجل واحد وهو نتنياهو نتنياهو الذي يقرر إما يريد الإستمرار بهذه الحرب أو بأنه يرى بأن هناك بالفعل حال ديبلوماسي يمكن التواصل إليه للأسف حسب ما أسمع بأن وبتصريحات نتنياهو العلنية هو يرى بأن الحرب مستمرة ونحن نتحدث عن عام انتخابي نتحدث عن مكالمة حتى أشراها نتنياهو مع المراشح الجمهوري دونالد ترامب ويبدو بأن الرئيس يريد لإسرائيل أن تستمر في هذه الحرب حتى موعد الانتخابات الأمريكية وطبعا هذا يعتمد من سيفوز في هذه الانتخابات إذا كان بغض النظر إذا كان ترامب أو هاريس ستتغير المعادلة لكن هذا الوقت الضائع إذا أردت سواء كان إرسال بلينكين أو إرسال حوكستين لا أعتقد بحسب كل القراءات وكل ما أسمعهم من المقربين من الإدارة الأمريكية قد لا يفضي إلى أي جهود حقيقية يمكن أن تنهي هذه الحرب بغض النظر عما تبذله هذه الإدارة وبغض النظر إذا كان هناك مطالب أو لم يكن هناك مطالب المطلب الأساس يعود لنتنياهو الذي صرح علنا بأن إسرائيل ستستمر في هذه الحرب حتى تحقق أهدافه في غزة قال بأنه يريد القضاء على حماس عسكريا وهو يشعر الآن بنشوة النصر ربما بعد مقتل السنوار ويريد بالنسبة للشمال أن يكون هناك تحييد تماما للوجود العسكري لحزب الله وبالتالي عودت كل المستوطنيين في شمال إسرائيل إلى بيوتهم والآن هو يرى بأن الإدارة الأمريكية ستؤيد في ذلك هناك ضوء أخضر له من إدارة الرئيس بايدن وأيضا إلى حد ما من المرشح الجمهوري دونالد ترامب إذا أردت منك أن تعنوني طبيعة والمقصد الحقيقي من هذه الزيارات محاولة مستميتة لوقف اطلاق النار شكرا جزيلا لك لا أريد أن أكون غير متفائلة بالنسبة نعم نعم نادي أكملي كنت أقول بأن الجميع أكيد يريد إنهاء هذه الحرب وبأسرع وقت لكن هناك الكثير من المعلومات التي تتردد بأن هذه الحرب ستكون قصيرة لكن أعتقد بأن الإدارة تحاول هذه الزيارة الحادية عشرة لبلينكين حتى الآن في كل مرة يذهب إليها هناك اتصالات معنا في البيت الأبيضة وفي الخارجية كان الحديث دوما على أن وقف اطلاق النار في غزة وشيك بأن اطلاق صراحة الرهائن هو على مدى ثلاثة أيام كما قال الرئيس بايدن قبل حوالي أربع أشهر كل هذه المحاولات لم تؤدي إلى أي نتائج حقيقية سواء كان بإطلاق صراحة الرهائن بوقف الحرب في غزة بوقف التدمير الكامل لغزة والآن نتحدث عن لبنان وتهجير أكثر من مليون شخص من بيوتهم لأن القرار في يد إسرائيل وليس بيد الولايات المتحدة لأن الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد أن تستخدم أي من أوراق الضغط وبالتحديد تقييد إرسال السلاح لإسرائيل كوسيلة لإرغامها على طبعا وقف اطلاق النار لكن هي تتفق معها في المبدأ رغم أنها لا تقوله علنا بأنها تريد بالفعل أن ترى شرق أوسط جديد خالي من المليشيات ومن هنا هي تتفق عسكريا مع إسرائيل بأن عليها تدمير القدرات للصاروخية لحزب الله وليحماس بحيث يكون الحل السياسي عندما يأتي أسهل بكثير في غياب أي تحديد عسكري يمكن أن تمثله بقوة السلاح وتفرضه بقوة السلاح هذه الأحزاب سواء كان حزب الله أو حماس شكرا جزيلا لك كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب الحدث في واشنطن ناديا البلبيشي شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا